السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله الذي سيكون وموضوعه حول المقابلة الشفوية لمباراة ثانوية التمييز هذا السؤال جاني بثاف في الواتساب ليديكس اللي بقي مدخلش ليه يدخل ليه وهذا الفيديو غيجي إجابة على التساؤلات ديالكم بثاف دي تساؤلات جوني في الواتساب يعني ما يمكنش أنا نجاوب لها كاملة لهذا درت ام فيديو باش نجاوب لها أول حاجة بقي نتلامت داخل في مواضيع المباراة مواضيع المباراة أقولها وأؤكدها كتدوز في المواد العلمية الماط اسفتي فيزيك وكذلك كتدوز في اللونغ فرانسي لانجلي أغاب وكتدوز في لانفوماشيك يعني هذه واحد الحاجة اللي خاسكم تدخلوها في باركم ما كلا الشمائية للشربية الإسلامية كي جوني تعالق في هذا الشي هدو هما المواضيع اللي كاينين السؤال رقم اثنان هو أين تكمن صعوبة الامتحان يعني صعوبة الامتحان فاش كشكون صعوبة الامتحان حسب ما ورد من تلاميذ اللي دخلو اللي ديكس فهي كتكمن في أنه كيكونوا ديكاسيون تعلقين بالسابعة والثامنة يعني كيكون التلميذ نساهم هذه الصعوبة الوحيدة أما ديكاسيون أخرين فكل شي سهل ماشي سهل ولكن اللي خد انصركم غاديت غتعرفوا الأجوبة ديالكم ثالث سؤال هو وش البرنامج ديال الدراسة غيتغير وش يعني غيوني واحد ضغط على التلميذ فتخون كوما كيكون عادي كباقي لليسي ولكن من بعد فسي جيمانيو الباك كيكون البرنامج ماشي كيضغط على التلميذ ولكن كيكونوا في بزف ديال المعارف فحل غدير سيونس مات مثلا رغس قرار بسي ماشي هو غس قرار سيونس مات كيكون البرنامج زيت شوية وهكذا ووهم امو متال فليدك الآن غنجيو الموضوع الفيديو اللي هو المقابلة الشفوية المقابلة الشفوية هي واحد المقابلة تسكون بعد ما كيت تنساقوا التلاميذ وكيدوزوا الكونكور واللي كيتهزوا في الكونكور ضروري خصوموا يدوزوا واحد لانتخوتيا هاد الانتخوتيا اشنو كيكون فيها باشمن لغة وشنو الاسئيلة المتداولة وهما اللي غنجيو عليهم في هاد الفيديو اول حاجة لغة المقابلة الشفوية لغة المقابلة الشفوية كتكون على حساب التلميذ يعني كيكون سوا بالفرنسية او لا بالانجليزية هذه هي لغة المقابلة يعني ما كنحتش تلميذ من هادو اللي دخلوا اللي ديكس قليب انه لانتخوتيا كيتدوز بالعربية نهائيا الى كانت غتدوز بالعربية غتكون شحالة استثنائية اما اللغة اللي كيدوز بها هي الفرنسي ولا كانت تلميذ يعني ضابط الانجليزية رح كيدوز بها عدد الاساسي دا اللي كيكونو فلانتخوتيا كيكون دو بخوف يعني جوز الاساسي دا اللي كيكونو ضروري لانه واحد كيكون كيسولك على شي حواج اللي خاصن بالاتود ديالك الدراسة وهذا واحد ضروري كيسولك يعني للوازيغ وهذا وكيشوفك كيفاش قالاس يعني اتقى في النفس كيفاش كتجاوب هادو من بيل الجوانب اللي كيكونو في الملاحظة ديال تسلميذ يعني واش غاديقدر يتاقلم على الدراسة في ليفكس الان غندوزو اللي كيطرحو في المقابلة الشفوية اي مقابلة شفوية غاديت مشيوليها واي انتخوتيا غاديت مشيوليها ضروري ما كيقول لك يعني تقدم لنا راسك هادي مسألة مفروغ منها وبرزنتي فهما كيقصدوا بها انك تقول لهم اول حاجة الاسم ديالك الناسب المستوى الدراسي فين كتسكون شحال عندك من سانة شحال جبشي مثلا في الموين ديالك فين تزادي شي يعني بخلاصة كتقدم نفسك بشكل عام اي واحد خاص ضروري سكون عندو واحد البرزنتاشن على راسو اللي كيدوي فيها على راسو هادي ضروري هادي كسبوها شوى بالفرانسي ولا بالانجلي سكون عندكم يعني انفوا يسولكم تجاوبوا انا اعطيكم انا ياهنايا واحد ناموذج لواحد البرزنتاشن بالانجلي بالنسبة للتلاميذ اللي ما عندو مش مع الانجلي المهم هادي هي واحد الانترودكسن بالانجلي ولكن من الاحسن الى انت غير مبتدئ في الانجليزية فلا داعي انك تدير بها المقابلة كاملة من بعد ما كتسلي البرزنتاشن كي سولوك الان شنو الغازون في لكل خصارتي انك تقرأ في ليدكس يعني شنو هو السبب اللي خليك انك تختار ليدكس على باقي مثلا التنويات او لباقي المهم باقي التنويات انك تقرأ فيهم يعني هلا غازون اللي يختار يسيئ لها ليدكس هنا خلصك تكون مقنع وتختار لهم واحد السبب اللي غادي يكون مقنع وغادي يجبهم في نفس الوقت ويكون مختلف على التلاميذ الاخرين من بعد ما كي سولوك هات سوال كي سولوك الان شنو هما للوازيغ ديالك او لا شنو هما الهوايات ديالك وشنو كدير في اوقات الفارغ الهوايات و اوقات الفارغ كي بينو لنا ان التلميذ الاهتمامات دياله فين غادي مثلا اليك انتين سايا في اوقات الفارغ ديالك كتمارس المطالعة فكي بينو لنا ان هات تلميذ ما غير قد تشي مشكل لعطوه بزاف ديال المراجع يقراهم او لبزاف ديال البحوث يبحث عنيهم يعني كيكون ديجة هو مدع للمراجعة والمطالعة بعد ما كي سالي هات شي يقدوا يسولوكم على ديبوبلم تحلوهم او لشي وضعيات كذلك تحلوهم مثلا هيقول لك في مادة الفيزياء عندنا يعطوك شي وضعية ويقول لك يعني تحلها لهم هذه بعض المرات تسكن بعض المرات ما تسكنش على حساب التلميذ وعلى حساب الأسئلة اللي هما وضعي لي يعني يعني يكون لتلميذ ماشي بدرورة كورش ما تسكنش على حساب التلميذ ولكن المهم هاتي كتكون ديبوبهم شي وضعيات وشي مشاكي لحلوهم من بعد ما كيساجي هات شي كامل كيسولوك ماشي انت تقدر تخدم انقروب يعني ماشي انت كيف تشوف راسك الشماعي تقدر انك تشامع مع زوضغ شنو كتعني لك شنو كتعني لك لاميدة يعني الصداقة شنو كتعني لك الصداقة وش تقدر انك تخدم بعض جغوب يعني لان سمي في ليدك صراح كتكونوا في الانترنة ضروري المهم انك غتخدم انقروب لهذا هما كيحتاجوا ان التلميذ اللي مشوا وتمى تكون عندهم ويكونوا قادرين يخدموا هذه من واحد ناحية من ناحية اخرى في السنوات اللي فاتوا كان الامتحان الشفوي او المقابلة الشفوية يعني ماشي واحد المرحلة اقصائية اللي تختاروا راهم تختاروا ولكن هاد سنة ما عرفنا شنو غيكون نظرة لها الظروف اللي كعيش هالعالم اجمع كما ان الجواب على واحد سؤال كيشيني بالزاب وستفتح التسجيل الى حد اليوم بقي ما يكن تشي خبر على فتح التسجيل هما حلوا التسجيل بالنسبة الباكالوريا فقط اما بالنسبة التالتة ايدادي فالتسجيل بقي ما تحلش كما ان مدة المقابلة يعني ما معروفة كتختلف من تلميذ الى اخر يقدر تلميذ يقضي 10 دقائق في المقابلة ويقدر تلميذ اخر يبرد ما بين 15 دقيقة حتى 20 دقيقة يعني مدة المقابلة ليس واحد لمدة محددة حساب يعني تلميذ الجواب ديالو اهم شي انكم من الدخل للاندخوتين ما تكونوش خايفين ما هي الا اندخوتين خذكم تعبرو فيه لماكسيموم على شكنتوما وشنوك تعني لكم لديكس وكذلك شنو كيميذ كنتوما على باقي التلاميذ وتبينوا رأسكم انكم تستحقون انكم تقرأوا في تانويات التمييز وانكم تلاميذ متميزون ثانيا اهم شي هو انه ما تبينوش على الوجوه ديالكم انكم خايفين او لانكم متوترين يعني في حالتي لا اعطاكم شي وضعية او لشي مشكل انكم تحلوه رأي ماشي بالضرورة بغاو لسوليسيون ولكن رأي بغاو يشوفوا طريقة التعامل ديالك مع هادك المشكل كيفش انك ممكن كتلميذ في التالتة ايدادي تآمن مع هادك المشكل والافكار اللي ممكن انك تعطيها ما تخجلش اي فكرة جاتك اي فكرة عبر على نفسك وعلى تفكيرك وعلى يعني الميولات ديالك فين غادا مثلا اعطاكم شي مشكل اي يعطيهم افكار وخمس كونش يعني ما تكونش بين لك الرؤية مزيانة ولكن ناقشهم ممكن نديرو هاكا كما اننا ممكن نديرو هاكا ومستعملوا هادف هادي يعني مشيت لا ما عرفتش هذه مساحلة يعني التلميذ المتميز معروف بانهم ما كيستسلمش ضروري يعطي افكارها وخد تكون خاطئة المهم انها فكرة والافكار ممكن انها تكون خاطئة كما انها ممكن تكون صحيحة لهذا لاجاتك شي فكرة قولها كما انه كنين بحط تلاميذ تساولوني واش ممكن لك مغادرة المؤسسة في الويكند يعني الدراسة تمك تسالي سبت مساء سبت مساء يمكن لك مغادرة المؤسسة وتمشي تسافر يعني البيض ديالكم او للمنزل ديالكم وترجع كما ان التلميذ اللي ما كيبغوش مشيو فهما كيبغوش يسافدون من يعني انهم يغسلوا الملابس ديالهم الاستحمام يعني قاعد الحواج اللي بغاني ديروه همارك يديروه بلما يمشوا لديورهم اخر حاجة بغيت نقول لكم هي انه فلونت خوتياء ما تخلعوش رايب امكانهم اي سؤال يسولوكم مثلا اقدر يجيكم سؤال انه باش كتتميز لمنطقة اللي انتا كتسكن فيها شنو الطموحات ديالك المستقبلية شنو كتشوف راسك كفرض من المجامع ممكن انك تغير لنا مستقبالا يعني شنو ممكن انك غتضيف لنا في المستقبل او لغتعط الافكار اللي انت عندك دابو بغي تطورهم وخاصك يعني غير الدراسة وتوصل لواحد لمستوى تقافي كيسمح لك انك تحقق هذا الشي اللي بغي تي اي سؤال ممكن يجيكم خدوا الامور ببساطة اللي عندو مشكل في اللغة راه ما يخافش يعني الاهم هما الافكار ماشي اللغة اللغة تخلقات باش نترجموا الافكار ديالنا يعني الفرنسية راه بقي عندكم واحد المدة هذا لانتخل تيا او لانتخل تيا او لانتخل تيا بقي مع النوش لهذا نشد ورقا وستيلون نحاول نتخيل لكاسيون اللي ممكن انهم يسولوني ونصوب عليهم واحد الاجوبة نديرهم لي وبهذا غتكونوا يعني تجاوزوا مرحلة لانتخل تيا ببساطة لانها ما كنش خلعش ما كنش اقصائية في اغلبية السناوات هاد السنة كيما قلت لكم الظروف مغايرة جدا يعني ما عرفنا شنو هاد يديرو ولكن على اين يكون خير هذا كل شيء بالنسبة الفيديو اليوم نتمنى اناني نكون فتكم وعطيتكم ماكسيموم ديال المعلومات ووضحت لكم الرؤية حاولت نجمع هاد المعلومات من بزرد التلامت اللي كيقرأوا في لديك السما و جبتهم لكم باش توضح لكم الرؤية وتعرفوا رأسكم فين غادي المهم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفايل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة